بايدن يطلب من الكونغرس الأمريكي 106 مليارات دولار لأوكرانيا والكيان الإسرائيلي شو التفاصيل؟ خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتوجه من خلاله إلى الشعب الأمريكي أعلن أنه سيطلب تمويل إضافة من الكونغرس الأمريكي مجموع ما يقارب 106 مليارات دولار حسب المعلومات الصحفية سوف تقسم على الشكل الآتي 61 مليار دولار تمويل لأوكرانيا 14 مليار دولار تمويل لأوكرانيا الإسرائيلي 14 مليار دولار للهجرة والحدود الأمريكية 10 مليار دولار للمساعدات الإنسانية بالإضافة إلى تمويل لمواجهة الصين تمويل كبير جداً يطلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس بالوقت أنه مجلس النواب الأمريكي مشلول حالياً نظراً لأنه ما عندهم رئيس ليس هناك رئيس لمجلس النواب الأمريكي وبالتالي الكونغرس ما في أصلاً يناقش ولا يصوت على هذا الطلب من البيت الأبيض ومن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ما ينتخبوا لرئيس الألون أو الحل اللي عم يحكي عليه هلأ بمجلس النواب أنه يعطوا صلاحيات أكتر لرئيس مجلس النواب المؤقت الموجود هلأ حالياً شو رأيكم بالأرقام اللي زكرنا لكم ياها وعم بيقول بايدن يعني أنه السبب أنه الحماية يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية وبيعتبر أنه هذا استثمار ضروري وناجح أنتو شو رأيكم بهذا الموضوع وبالأرقام اللي زكرنا لكم ياها اكتبوا لنا بمربع التعليقات ما تنسوا تعملوا شير لهذا الفيديو وأيضا ما تنسوا تتابعونا لايك وفولو على فيسبوك إنستجرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب كما معكم حسين هاشم إلى اللقاء